إذا ما كانت دعم من جوا، إذا ما كانت الشرارة داخلية بعمرك ما رح توصل لبعيدة، بعمرك ما رح توصل لهدفك الكبير لأنه دائماً بتحسنه فيه إشي ناقص لأن الشعلي ما كانت من جوا أهم إنجاز وأكتر شغلي عملتها غيرت نفسيتي بسنة 2019 أني طلعت من كل الصفحات والتجمعات تبعت العرب في كندا لو أنت عايش بكندا أو إذا أنت ناوي تيجي على كندا ابتعد عن العرب وابطع هذه الحلقة برعاية شركة IPG مقرها في مدينة مساساغا الكندية حابين تبدأوا مشاريع وتأسسوا شركات ولمش عارفين من وين بدكم تبدو؟ بدكم تعملوا خطة عمل أو دراسة جدوى لمشاريع قائمة أو مشاريع جديدة ولمش عارفين من وين تبدأوا شركة IPG فيها تساعدكم خدماتها بتشمل تأسيس الشركات الإدارة المالية للشركات والمؤسسات بهدف تحقيق زيادة في الأرباح وزيادة في الإنتاج رئيس الشركة السيد فتحي أبو فرح سيقدم استشارة مجانية لمتابعين القناة وأسعار تفضيلية سترك لكم معلمات شركة IPG في صندوق الوصف لكي تتواصلوا منهم وتستفيدوا من هذا العرض دعونا نبدأ السلام عليكم كل عام وانتوا بخير إن شاء الله هذه السنة تكون سنة خير علينا 2020 وهذا العقد العشر سنوات القادمة تكون مليئة بالإنجازات والنجاحات حبيت أن أشاركم هذا الفيديو أول فيديو في هذه السنة لكي أعطيكم بعض النصائح وبعض الأشياء التي مريت فيها في 2019 ونصح الجميع الذين مهتموا عندهم هذه الأمور ستتشابه مع قصتي أن يستطيع أن يتبعها وأنا متأكد أن أمورك ستتغير وحياتك ستتغير للأحسن بداية سأطلب من الجميع أن تعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات وتتابعوني على حساب الإنستجرام لأنه بشكل دوري واليوم بالذات في الحلقة سأذكر شغلات أنا نزلتها على الإنستجرام وعلى ستوري تبعت الإنستجرام وأنا سأطلب منكم أن تشتركوا في القنوات الثانية تبعتي على اليوتيوب قناة فادي يونس تبعت السفر والرحلات والفلوغ التي سأبدأ أن نزل عليها فيديوهات وأفاعلها وقناة 50 طيفا من العرب التي ستصبح حلقات 50 طيفا من العرب تنزل هناك بشكل حصري قريبا فأبدأوا تابعوا كل هذه القنوات وفعلوا جرس التنبيهات من قبل فترة نزلت على الإنستجرام فيديو أعادت أحكي فيها على حالة تعرف بالتالنت ديبريشن يعني اكتئاب المواهب حالة مرت فيها بأكثر من مناسبة من أول ما بدأت قناة اليوتيوب لحد هلأ بصفي أنك توقف وتبطل أن تصنع محتوى وتبطل أن تظهر قدام الكاميرا وتنزل أي فيديوهات وهذه الحالة تصيب الكثير من شباب من اليوتيوب وأنا سأعرفهم أصدقائي كثير من الناس تحدثون عنها ولكن لا يستطيعون يعرفوا ما هو السبب ويصيبوا بنوع من الاكتئاب ويكش من كل مواقع التواصل الاجتماعي ويوقف ويرجع بعد شهر أو شهرين هذه الحالة بتصيبني أنا بشكل دوري ورح أشارككم إيش الأسباب اللي بتخلي الواحد يوصل لهاي مرحلة التالنت دبريشن وكيف أنك أنت تتجنبها عساس أنك أنت تقدر تحدد أهدافك وتخطط للسنوات والمشاريع القادمة لإلك مشاريعكم الخاصة بشغلكم بحياتكم اليومية وبغيرهم فكرة التالنت دبريشن بتكون أنك أنت دائما بتحدد لنفسك أهداف ما عم تقدر توصلها لذلك دائما نصيحتي وهي من تجربتي الخاصة تقوم بحياتكم يعني أعمل إدارة للتوقعات تبعتك فإنت مرات الواحد يضع لحاله هدف يكون كثير صعب أن يصل له وبالآخر عندما لا يصل له هذا الهدف يصيبه نوع من الإحباط والإكتياب أنه لا يستطيع أن ينجز فبحسب الفشل لذلك تقوم بحياتكم تقوم بحياتك أهداف أنك تستطيع أن تنجزها يعني عسبيني مثلاً أريد أن أزل وزني أنا اليوم لا أتحدث عن الله أنني مثلاً في هذه الفترة الفلانية أريد أن أصل لجسم The Rock لأنه لأحد نهاية الهدف تبعي أنا متأكد أني لا أستطيع أن أوصل لهذا الجسم وبالآخر سأحس بالإكتئاب وحس بالفشل ويصبح عندك ردة فعل عكسية بدلاً من أنك تقاوم زيادة وتحاول أن تلعب رياضة زيادة لكي توصل لهذا الهدف تبعك ستصبح تخبص وتأكل وتتفشش بالأكل لأنك حسيت حالك أن كل التعب بالرياضة التي تفعلتها لا تستطيع أن تصل لهذا الهدف تبعك فتحكي لماذا أريد أن ألعب رياضة دعونا نأكل جنك فود وبالرياضة بالأهم لذلك دائماً تقاوم بحاجاتك خطوات الأطفال امشي خطوة بخطوة وبالآخر ستوصل ولكل مشتهد النصيب لذلك أنا نصيحتي دائماً يا شباب حط هدف بسيط أنك أنت تقدر توصل له وهذا الهدف بحالة أنك أنت تجاوزته ستحس بالفخر ستكون جداً سعيد أنك أنت جاوزت هذا الهدف وستشوف أنك أنت أنجزت ولكن إذا حطيت لحالك هدف وما قدرت أنك توصل له سيصيبك الإحباط والإكتئاب النقطة الثانية كانت دائماً بموضوع التالنت دبريشن هي فكرة ترجمة الأفكار وهي مرتبطة بالنقطة التي قبلها فتصبح عندك تردد أن تكمل هذا المشروع لأنك لا تملك المهارات المطلوبة وليس قادرة ترجم الفكرة التي موجودة في رأسك على أرض الواقع لذلك مرة ثانية تقوم بحاجاتك وضع لحالك أهداف واقعية فعلى سبيل المثال هذه الفيديوهات التي صورتها في بلادين أمريكا يمكن لحد اليوم لا نزلت معظمها لأن الصورة التي موجودة في موخي سأحاول أن أعملها على فيديوهات كأنني أحاول أن أعمل فيلم ستار وورز أو كأنني ستيفن سبيلبرغ واحد من المخرجين العالميين فلما أجي أعمل منتاج وأجي أن الصورة النهائية لم تظهر مثل النتيجة الموجودة في رأسي كان يصيبني اكتئاب لذلك كنت أدرك دائما فيديوهات السفر والسياحة لأنك لم تستطيع الترجمها على أرض الواقع استخدم أشياء بسيطة أفضل من أن هذا المحتوى الذي تصورته والمونتاج يذهب كله على الفاضي وهذا الشغل سأحاول أن أعملها في الأيام القليلة القادمة لأنني أبدأ أن نزل أشياء بشكل بسيط حتى لو أنها مقتطفات وليس تكون فيديوهات طويلة فاتفقنا أنك أول شيء تفعل وتضع لحالك أهداف تستطيع أن تحققها عساس أنك لا يصيبك هذا الإحباط صديقي سائد يونس شاب يوتيوبر ناجح ومبدع من الأردن ويا جماعة سائد يونس ليس أخوي ولا أريبي ولكن هناك بناتنا فقط شابه أسماء وهو صديق جدا ومن الناس الذين أنا أتابعه بشغف وأحب المحتوى لأنه يعطيني طاقة عساس أنني أظمني مستمر بفترة التي صابتني بشهر 11 تقريبا صابتني نفس هذا موضوع التالنت وبالصدفة فقط أرجعت مرة ثانية أبدأ أن أزل المحتوى من أول وجديد رأيت سائد يونس كانت موجودة على الإنستجرام وبصراحة هذه السائد حبيت أني أشركها معكم وأخذت إذن سائد وأبدأيكم تحضروها عم بطلع على الفيسبوك تعرف الفيسبوك بذكرنا كل فترة وفترة بعض الأشياء من سنتين بالضبط مثل هذا اليوم من سنتين وصلنا خمسين ألف مشترك على اليوتيوب اليوم بعد سنتين من هذه النقطة وصلنا مليون وخمسمية وتسعين ألف وفي طريقنا للمليونين بإذن الله الفكرة في الموضوع أنه لا توقف لا تستسلم كثير بها الرحلة شفت ناس بدأوا وفتحوا قنوات وكان عندهم أهداف باليوتيوب وغير اليوتيوب ولكن بالطريق أحبط في منتصف الطريق لا توقف عندك هدف لا توقف عندك هدف خلي عينك عليه مهما كانت الإحباطات مهما كانت التحديات لا توقف أعطي نفسك فرصة أنك تنجح لا تدور على دعم من الناس لا تدور على دعم من المجتمع على دعم من اليوتيوبر الكبار لو أنت يوتيوبر على دعم من أي جهة كانت اسأل حالك دائما هل أنت داعم لنفسك؟ أنت فقط محتاج تكون داعم لنفسك؟ ولما تكون داعم لنفسك رب العالمين رح يسر لك كل شيء كل الدعم وكل المصادر وكل الأشخاص اللي رح يساعدوك برحلتك لكن لو أنت قاعد وانت نفسك مش داعم لحالك وبتستند دعم من برا عمره ما بيجيك وحتى لو إجاك دعم خارجي بيتفشك شوية للأمام بعدين العقب اللي بعدها المطب اللي بعده ما رح تلاقي دعم فرح تحبط فوراً إذا ما كانت دعم من جوه إذا ما كانت الشرارة داخلية بعمرك ما رح توصل لبعيد بعمرك ما رح توصل لهدفك الكبير وبعمرك ما رح تكون سعيد لما توصل لهدف هذا الهدف لأنه دائماً بتحسن أنه هناك شيء ناقص لأن الشعلي ما كانت من جوه السلام عليكم هذه الستوري بصراحة أعطتني الطاقة أنا اليوم لما بصنع محتوى على اليوتيوب أنا ما بصنعه عشان أنه أنا بدي أنج شهر ولا عشان الفلوس أنا بصنعه لأني أنا بحب صناعة المحتوى وبحب صناعة الإعلام عندي شغف في هذا الموضوع لذلك هذه الستوري اللي نزلها سائد بصراحة أعطتني دعم معنوي كثير منيح أعساس أن ترجعني مرة تانية على الخط للهدف هناك ناس ينجحوا بفترات بسيطة ما شاء الله مثل ما صار مع سائد وزي ما صار مع غيره من الشباب صانعين المحتوى وهناك ناس يأخذهم وقت أطول لذلك أنا اليوم سأظنني أستمر وسأظنني أن أنزل هذا المحتوى لأنه أنا عندي شغف وعندي طموح فيه وإن شاء الله سأوصل لهذا الطموح وسأكون مع بعض مثلما أنت ولشتوا معي من بداية القناة وإن شاء الله سأرى هذا الإنجاز الذي سنصل مع بعض في هذه القناة والقنوات الثانية والنقطة الثالثة والأهم وهي شغلة برضو صارت معي في الفترة الأخيرة وهذه النقطة اللي أنا بصراحة خلتني أغير حياتي وتغيرت كثير بس عملت كم من خطوة في حياتي في كندا أنا دائما لحد اليوم بحب أني أكون محاط بناس أنا بعرفهم ناس من ثقافتي بحكوا لغتي عندهم نفس المعتقدات تبعتي فبيخليك الموضوع تحس حالك أنك أنت موجود بمجموعة لا تحسس حالك أنك وحيد موجود في هذا المجتمع بالذات أننا في بلد غربة فلذلك واحدة من الشغلات اللي نحن نعملها المهاجرين العربين نقعد نقعد نلتم على صفحات التواصل الاجتماعي عشان نرتبط مع ناس موجودين من البيئة تبعتنا ومن المجتمع تبعنا عندهم نفس الثقافة ونفس اللغة اللي اكتشفتم على الوقت بعد مضليتني هيك أركز شوي بإيش الأسباب اللي عم تخليني تصيبني بالاكتئام إنه ثلاث ترباع إذا ما كانت كل هاي الصفحات العربية اللي موجودة بكندا موبوءة موبوءة لأنه فيها ناس عندهم اضطرابات نفسية ناس عندهم كلاكيع ومشاكل جايبينها معاهم من الوطن العربي ما إلى دخل بالمحتوى تبعي بس أنك أنت تكون موجود على هاي الصفحات تنترح قضية اجتماعية معينة للنقاش وتبدأ تقرأ التعليقات والأسلوب تبع الناس اللي بنكتب وبردع هاي المواضيع والهجوم والألفاظ البذيئة والأسلوب اللي جدا يعتبر همجي بصيبك سؤال بتصير أنت دائما تكوششن يورسل تتساءل أنه أنا ليش موجود أصلا بهاي الصفحات ليه أنا حاطت حالي في بيئة زي هاي البيئة وما كنت منتبه هذا الموضوع إلا مؤخرا لذلك من قبل تقريبا ثلاث أربعة شهر نزلت منشورة على الفيسبوك أني أنا انسحبت من كل هاي الصفحات العربية والتجمعات العربية واكتشفت أنه بالأربع سنوات الأخيرة اللي عشت فيها بكندا قد يكون أحد أسباب الإحباط والاكتئاب اللي أدت إلى أنه أنا ما قدرت أنجز كثير شغلات بحياتي هم البيئة والناس اللي أنت محاوط حالك فيهم وهذا بيشمل كمان حتى الفيسبوك والصفحات التواصل الاجتماعي ناس ما عندهم لا شغلة ولا عملة بس بدهم يقذفوا الجميع وينتقدوا الجميع ويهاجموا الجميع حتى لو كان أي واحد عمل إنجاز أو نجاح بحياته بتلاقيه لسبب من الأسباب هذا الشخص بده ينزله لتحت الأرض لأنه ما كان عنده القدرة وما كان عنده الاستطاعة يمكن أن يوصل لهذا الحلم أو أنه جزء من هذا الإنجاز لذلك قررت أني أنسحب من كل هذه الصفحات وأنا نصيحتي لكل الناس اللي موجودين بكندا اللي بيعانوا من هاي الإضطرابات النفسية مرات أو من هذا الإحباط اللي بيصيبهم أو الاكتئاب قد يكون هاي التجمعات هي أحد الأسباب اللي بتصيبكم بهذا الإحباط وهذا الاكتئاب المكان اللي انت بتحط حالك فيه ينعكس عليك لأنه هو مرايتك لذلك أنا بنصح الجميع إذا انت مش شايف أنه فيه فائدة إليك بأنك تكون على هذا التجمع إذا انت شايف أنه فيه سبب عم بيأثر عليك نفسيا أنك تكون بهذا التجمع اطلع من هاي الصفحات وتابع أمور بتأثر فيك إيجابياً سبحان الله يا شباب من أول ما طلعت من هاي الصفحات والتجمعات العربية الكندية نفسيتي تغيرت كثير أنا سعيد ما بقرأ هاي الخربيط والمعلومات اللي بنزلوها والتعليقات اللي بتنزل نفسيتي كلها تغيرت هل هذا معناته أنه أنا ما بدي أتعامل مع العرب بكندا؟ أبداً أنا اليوم ما عم بحكي لك أنك ما تتعامل مع العرب لو أنت عايش بكندا أو إذا أنت ناوي تيجي على كندا إبتعد عن العرب وإقطعهم، لا، ولكن انتقي الناس، انتقي الناس اللي أنت موجودة حولك، انتقي الناس اللي أنت بتحكي معها، انتقي التجمعات اللي بتروح تحضرها، انتقي الفعاليات اللي أنت بدك تروح تحضرها، حتى بصفحات التواصل الاجتماعي ادخل على المجموعات اللي أنت حاسس أنه في منها فعلاً فائدة وما فيها تعدي على بعض عشانيك أنا بحكي لكم ما هي أكتر شغلة عملتها بالسنة الماضي وبنهاية العام الماضي أني انتقيت الفئة اللي أنا بحاول أطلع معها، اللي بيعرفني هون بكندا بعرف أن أنا ما بحضر كثير فعاليات وما كثير بنخرط مع الجالي العربية، ولكني الحمد لله انتقيت فئة من النخبة تبعون الجالي العربية، دائماً بحاوط نفسي فيهم، دائماً موجود حواليهم بعمل، بشغل، بعلاقات اجتماعية، وهذه نصيحتي للكم إن شاء الله أنه تكون سنة الألفين وعشرين، والسنوات الق النخبة، حدد الأهداف تبعتك، حط أهداف أنك تقدر توصلها، ركز بالأهداف تبعتك وإنجزها، حط حالك في البيئة الصح، انتقوا النخبة من هؤلاء الناس اللي حواليكم، هذه كانت خبراتي الاجتماعية في عام 2019 اللي حاولت أني أشاركها معكم عشان تقدروا تخططوا للألفين وعشرين، وطبعاً لأخفيكم أهم أهم إنجاز عملته في عام 2019 بإني التقيت زوجتي وتزوجنا، وطبعاً أهم إنجاز لأيلي في عام 2019 هو أني ارتبطت وكتبت وتكتابي، والتقيت بزوجتي، وإن شاء الله إنها زوجة صالحة وترزقني بذرية صالحة، وأتمنى لكم جميعاً أنكم تحظوا بهذا الحظ تبعي، آمل أنكم تكونوا استفدتم من هذه المعلومات وتقدروا تخططوا للألفين وعشرين والسنوات القادمة، لا تنسوا أنكم تعملوا لايك لهذا الفيديو، وتعملوا شير، وتعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيهات، وتابعوني يا جماعة على حساب الإنستجرام، ولا تنسوا أنكم تعملوا سبسكرايب على القنوات الثانية اللي موجودين في صندوق الوصف، وبشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في موضوع جديد مهم كتير، إلى اللقاء